وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة عن شكره باسم المصريين للأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة وباء كورونا للحفاظ على صحة المصريين ونحن نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا ومن هذه الأزمات تأتي جائحة فيروس كورونا التي تكتاح العالم كله وما من مناسبة نلتقي فيها إلا وأنا أكرر شكري باسم المصريين جميعا إلى أبنائكم من الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة هذا الوباء للحفاظ على صحة المصريين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة